على عيونك يا زيهانة حلم مذبوط وكل عينك دامعها بس ما بشيتي صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبنى رسول الله لعنى الله الظالمين لكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم يا راكبان مهريتان شأت الصبا كأن لها برق الغمام زمام إذا جزت في وادي قبا قل بقولة أهاش مقومي فالمنام حرام لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين القويم دعامو فضى الصبط ضامن في الطفوف والشلوه لسمر العوالي والسيوف طغامو وقد قطعت أو داعجه بشبى الضبايا وردت له بصافنات طغامو وأعظم رزئين زلزل العرش صرفه ودك الرواسي فهي منه رما يامو هجوم العدى جهران على خجب أحمد فلم ترغ فيهم للنبي ضمام شيعتي نصب الغزال مصيبتي واذكروا تغفير خدي في التراب وجباتي لو شربت الماء يذكروني لغطشفة مهجتي واقصدوني الكربلة والكل يسكب غبرته وإله لو لو تشوفوني يا شعاق لتروا بطايح جريح خدمت والست رايب والدم مني يسيح كم عضيد وكم ولد لن يقضى قبل ذبيح هذا يبقى على الشريعة وذاك أحمل جثته وولا ما تنوح على إمامك بس الليل لو باشروا إياك والله يعودك يا أخوية تنتهيها الليالي أيام أحزان على رسول الله ولا شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوى وحدت من طاح يم من نهار شيع للو وصلت يمه ولقيت إدمومه مخسوى آه آه ولا وبني غلي الأكبار من الميدان جاني وصيخ يا أبويا العطش غير ألواني وتغذرت لو راح أغني وما لفاني لكن نظرت على الثراج الثرمي شو دلم قلمك يا أبو علي يا جرح مؤذيك من هالمصاب المر عليك قال والله ما صابي فطري الصم الجلامت طول الدهر ما ينسي وأحزانه الزيت وأعظم علينا ندخل زينا بمجلس زيت ويليتا مدخلات حسرة ومن سبية أين الصارخون حسين أخويا 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 أطبوان للديوان والناس متجمع من كل الأجناس نصار ويهود وكفر ورجاس أنا ومن شاهدوني أمهبط الرأس قالوا يا زينب وأنا غباس الله قالوا يا زينب وأنا غباس الله حذرني بي أتخلي أقراب محضركم تراني ما ترضى أجلاج تراني إجيتك ليت يا أخوي تراني تتغار لو خرمة تراني الزلم عباس تتفرج علي الزلم عباس تتفرج تتفرج علي لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق الله العلي العظيم من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا بارك الله خير 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 لأهمية الشيء اللي ذكرته الله خلاله حيزوا مكان في القرآن بينما أنه الدستور السماء يعني يذكر أنه إيجاز مو تفصيل لكن هاي القصة قصة سفينة نوح الله ذكرها إنه بشكل تفصيل أنا الآن أرويها إلكم حتى أعرج على الشاهد اللي أرده قوله وإن شاء الله تعيها أذن واعية نوح عليه السلام لبث في قومه تسعمية وخمسين سنة كل تبليغ ودعوة للتوحيد قدر يأثر ويحصل لفئة قليلة دون الخمسين نفر بهاي الفترة كلها يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون رب العالمين لما قرى نواياهم اللي عايشين مع نوح قال له بعد لا تتعب روحك يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون بعد لا تروح تقلهم وتبلغ وتوقف ذولا بعد ما كوا منفذ ولا بمقدار شعرة لقبول التوحيد والحق الآن عندك مهمة جديدة تركهم سوي الفلك سوي السفينة بدأ نوح يسوي السفينة زين ذولا ناسا تدرون لكل زمان أكرمكم الله سفهة لكل زمان أكو ناس سفهة وأكو ناس مؤمنين واللي علمك ههم السفهة تلقاهم أكثر من المؤمنين لأن الأكثرية بالقرآن مذمومة الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال وما آمن معه إلا قليل فالقلة ممدوحة والكثرة مذمومة بدأ نوح يسوي السفينة هو قاعد يسوي الخشب ويجيب مسامير ويعدل ومنه كان يعلمه الله يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا يعني إحنا جاي نشوفك وبأوامر ننعلمك شلو نتسوي السفينة فهو من كان يسويها الله يقول ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملع من قومه أحسنت الله يبارك ويصنع الفلك سفينة وكل ما مر عليه ملع من قومه سخروا منه يمسخرون يكفون يذبون حتي ويستهزئون بي وإشارة بالقول والفعل عليه عرفتي ولا؟ شوف هذا المخبل المسودن أنا حتى لا يطول الكلام رأساً أريد أخذك لقولي رسول الله تقرون في سورة الفاتح الله يقول عن النبي تعزروه وتوقروه يعني تعرفونه كون تعرفون رسول الله وإذا عرفتو وقرتو وعظمتو إذا عظمنا رسول الله وشفنا مكان تشنعد الله اللي الله يحلف بعمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعني تبين عمر النبي ولا ثانية منه ما هو مرضى لله كل مرضى الله ياسين طاه مر يقل بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا اللي ينطي القاب ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا اللي دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى هذا اللي قال عنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا اللي قال عنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هذا اللي قال عنا بلي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو اللي قال عنا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم شنو عظمت هذا الرسول إذا عظمته وعرفته احترام الله إله راح تاخذون كل حرف من عنده بعين الاعتبار مش مثل غيرنا انهيني النبي ونقول مرة عنه يخطأ ويسحى ويسحر راد ينتحر وما يعرف وهذا الله ما نقول به إحنا عرفته لولا فلما ما توقر النبي وتسمع عنا قول التفتل القول اردح شيكم إياه هذا العظيم اللي الله نتواصف شنه هو رؤوف رحيم هذا الرسول العظيم عنده قول إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة مح من ركيبها نجا ومن تخلف عنها غارقة وهوى قل ليش الآن جبت الحديث موردة قل لك انتو الآن هنا جايين إلما هاي سفينتهم هاي الآن انتو الآن بسفينتهم مثل ما كثيرا من الناس يضحكون عليكم على ما أتمكم وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه شوف دولا خطيئة تعبانين بعدهم يقول له لا مو مجذب عليهم نسوا اللفا احنا شنرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيمة متعيب علينا؟ انت تسأل الآن ما يهمك ذاكل بالملهة بالسينما وبالمنتزه وذاكل يطلع للملاهي ما يهمك انت انت همك اليوم بس على هاي المآتم لأنها حقها والحق دائما محارب احنا هاي المآتم ما نريد بها دنيا هاي اللي يكون سفينتهم ركبنا بها هم السفينة فاز الراكبون بها ومن تخلف عنها صار فيتيه وان ما تروح الضيع نوحش قالهم قالهم اذا تسخرون من عندي يجي يوم انا اسبر ما يخالف فسوف تعلمون من يأتيه عذاب اليوم كملة السفينة حتى اذا جاء امرنا الله يقول وفارت النور هاي العلامة بين نوح وبين رب العالمين قال لي ايه اول ما يطلع الماء من التنور انت شت سوي احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال تعبير القرآن هذا شوف وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين شو تستنتجون بالله عليكم النبي لما يمثل شيء اين المثل نوح قال ابنه بني هاي السفينة تبين المؤمن من الكافر اللي في السفينة مؤمن اللي خارج من السفينة كافر اركب معنا هو انت اللي محتك بيهم وتحبهم ملدات الدنيا كلها منتها ذهبها وفضتها وكسورها وسياراتها وارصدتها كلها ينتهي هذا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قلت لكم الدين بداية براءة وولاء لا اله الا الله فمن يكفر بالطاقوت ويؤمن بالله ما يمكن انك تجي الى الله ومنت من تثيل اوامره بالموالاك لأوليائه والعداء لأعدائه قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله عمي وين ما تروحون اضيعون ضع يدك على اي انشئت مهما كان اسمه لو قدام اسمه مليون لقب اذا تبعي ضيعك النجاة بها السفينة والنبي اروع مثال ضربة للامة الواعية الامة الاسلامية قالهم اقروا سورة فوت اذا استنتجتوا شنو معنات السفينة وشنو النجاة بها تنجيكم من الهلاك وتبين رضا الله عليكم وتبين الكافر من المؤمن عرفت يولا وتبين ان العاقبة لهم عرفتوا يولا النبي قال هالمثال اروعوا منا ماكو لان تعرفونا انتم اضربوا لكم مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح يا مسلمين وين غايبين عن هالكلام سلام رسول الله اما انا لكم ان تتراجعوا انا قلت بهاي الليلتين البقين من ليالي سألو الله ان يعيدنا وإياكم اذكر بيها بعض فضائل مولاي الامام الحسن ماكو شك من قواد اوروبان هاي السفينة لا بل من كبار قادتها هو مولاي الامام الحسن اذا تجي وتشوف فضل مولاك الحسن في كتاب الله اخوة اخوة قلت لكم شنو الرسول شوان وقره اليوم اذا انا اروح لبيتي واجمع ابني واخوي وامي وارد اغطيهم بلحاف لربما هذا الفئل عبث يصدر من اندي ولكن اذا يصدر من جناب رسول الله هذا يكون ينبغي التأمل عنده لذا تشوف النبي لما جمعهم اول واحد اللي اجى تحت الكساء اخوة جنابك عارف منه هو مولاك الامام الحسن سبقهم جميعا وجاء تحت الكساء اول من احتضن رسول الله وبعدين لما كملوا يقول النبي غطاهم بها التغطية حتى اجت ام سلمة سلام الله عليها ترى ام سلمة مثلك حسينية ما تشوفون ايش قد الله خلالها الذكر في المآتم لانها بيتت على الحسين ايش قد عظيم ابو علي حسينية هاي ام سلمة حسينية فقلت له ادخل يا رسول الله قالها انت على خير انت قلت كل الكرامة يا ام سلمة ولكن هؤلاء اهل بيتي هؤلاء يقول لمن ما غطاهم ان يبهى التغطية وقال هؤلاء اهل بيتي رب العالمين انزل انما يريد الله ليذهب عنكم شوفوا يا عرب الله حاتشاكم بلغتكم حتى تفهمونها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ما قال ليذهب الرجس عنكم ليذهب عنكم الرجس لو قال ليذهب الرجس عنكم يعني فيكم الرجس ويذهب عنكم ولكن ليذهب عنكم الرجس يعني الرجس بعيد عنكم وابعده اكثر رب العالمين ويطهركم تطهيرا هاي سمونا مفعول مطلق مثلاً إذا تريد تقول من باب المبالغة قلت على الأكل قلك لا أن يوم أكلت وأكل ها من باب الكثرة ها تقول ضرب تضرب هاي من باب الشدة عرفت يولا الله يقول ويطهركم تطهيرة نهاية التطهير لما تريد تجي ذول المطهرون شنو شغلتهم يدلونكم على الطريق اللي يوصلكم إلى الله الطريق وين صاير في كتاب الله اقرأوا في كتاب مكنون لا يمسه من هم المطهرون ها تفسير القرآن بالقرآن إنما يريد الله بس عميت عين لا ترافض لكم يا آل رسول الله عيون عمت عن الواقع ثم تعالى قل لك اللمس غير المس اللمس أنا وأنت كنا نلمس القرآن ولكن الله يقول لا يمسه يعني الغوص فيه في باطنه ومعانيه وتأويله وتفسيره لا يمسه إلا المطهرون أنا أسألك بالله أحطي لك شي عقلي اليوم إذا واحد يسألك عن بيتك يقول لك عمي يحدد لبيتك ووصف لي وشكه في بيتك وأنا أسبقك وأسولف عنك بيته فلان مكان وبيه أربع غرف والغرف بيهنهيش يقول لك يعني كيف حاجك مو صحيح صاحبه البيت أدرى بالذي فيه يا عمي الكتاب نزل فيه بيتهم والوحي نزل عدهم والدين صدر من عدهم أنا أروح أسأل غيرهم العقل يقبل هكذا منك هذا مرفوض عقلني مرفوض ما يصير فأسألوا أهل الذكر الذكر نزل عدهم في بيتهم أسأل كعب الأحضار يدليني على الدين بعد أكو فضل آخر رواه لنا القرآن عن مولانا الإمام الحسن لما إجوا النصارى ووقفوا وقبال رسول الله منه أبو عيسى يردوني أيّة فكرتهم يقلهم عيسى ابن الله ولا يعذب الله لكن شنو إجا الأمر من السماء إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن لا ما يصير عيسى كون تقول هذا ابن الله قلهم عدم عيسى على الأكل عند أوم عدم لا أم ولا أبو ما قلنا ابن الله ما يصير فزعلوا قالوا إذا ما تأيد هذه العقيدة وما تعترف بها انباه لك تسمعون أخواني الشباب الله يبارك فيكم ويقويكم على هالعقيدة الصحيحة إن شاء الله هذا حدش القرآن الله قال لنبيه إذا ما رضوا عليك فمن حاجك فيه يعني برأي بعيسى من بعد ما جاءك من الألم فقل تعالوا قلوا تعالوا تعالوا قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم شنو المعنى أسألكم بالله يا مسلمين لو النبي يطلع الوحدة وأتمنى ترد علي النبي لو يطلع الوحدة ذاك اليوم وريد يحارب كل النصارى مدام الله وياه ينتصر لو ما ينتصر زين وإذا يريد النصرة ياخذ كون وياه اثنين أطفال ومرأة وياخذ رجل واحد وياه لو كون ياخذ ناس هواي بس أكو نادلة لكن نلتفت إله هذا حاجي الله يا مسلمين الله يدي يقول يا مسلمين مو أنا قلت لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صيروا مثل رسول الله رسول الله لما مرد يحارب الفكر النصراني خذوا إياه علي وفاطمة وحسن وحسين إذا تردون تنتصرون على الأمم والشعوب اخذوا حسن وحسين وعلي وفاطمة ما تشوفوا الأمة الإسلامية للآن ما ابتكرت ولا اخترعت شيء لأن أخرت علم آل رسول الله بل والله وهذا كل حتو أئمتنا ولكن مولاي هم ما أخذوا بعلمهم بل قتلوهم شردوهم وقتلوهم شر قتله فطلع النبي وأخذوا إياه حسن وحسين هاي لما ما تفرض المحال يا الله تعرف شنو معنات الحسن والحسين مع رسول الله الله قال له ثم نبتهل اللي ابتهال شنو أدعي عليك وتقول آمين والدعي علي وأقول آمين الله يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين نجعل لعنة الله على الكاذبين ليش خذوية حسن وحسين هذا الأساتذة والمفسنة يقول يقول أفرض المحال مثل ما الله فرض المحال الله شي يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ضرب المحال فرض المحال يقول أفرض المحال لو أنه هذا الدين اللي جايب رسول الله باطل فيقول ليش اللعنة بس تنزل علي الدين مش بس أنا جايبة دولا مكملين الدين دولا مكون يموتون معاي لأن الدين مو بس أنا جايبة ذولي بلياهم دين ناقص خير شاركون يطلعون وإياي فطلعوا مع رسول الله لأن الدين دينهم مكملين له شوف الله شقال فنجعل لعنة الله على الكاذبين ش تستنتج من هاي الكلمة الله قانون قانون إذا قال اللعنة تنزل على الكاذب منكم لوب ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم مكذبين كذبة واحدة لكان اللعنة شملتهم لولا ها مدام الله برأهم من الكذب قال عنهم في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومصادقين لذا أخواني هالمعادلات القرآنية كنك راهب تدبر وتأني صلوات الله وسلامه عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن طب تحيا وميتا وسيدي أنت قد له القرآن أسألك بالله يا موالي القرآن أنت اتقدسه وتحترمه لكون إذا علي جلد طيب ها لو بالمحتوى اللي يحمله يعني الآن شوف قرآن طايح بالقع ما علي جلد وقرآن في جلد ومغلف يعني تحترم بس ذاك اللي علي جلد ها ما يمكن أهل البيت احنا ما نحترمهم شي علي قب وعلي ذهب شو من الذهب احنا الذهب نحترمه شي يجي ويتشرف يوقف على تراب أمتنا هذا الحديد اللي روح نقبله أنا وأنت ليش ها ليكون ضم ذاك الجسد الطيب والرفاك التي قدسها الله فسيدي أنت سواء عليك ذهبوا قبة ومقاملوا ما عليك أنت في قلبنا والدليل على ذلك أمك فاطمة أصلا ما أثرنا على قبر إهله وهي في قلوبنا أئمتنا في ضمائرنا وانفوز إن شاء الله بمحبتكم وهذا كلام ما نحرك به أواطف الناس ونخدر به أنفسنا لا هذا ما وجدناه في كتاب الله أعود وأكرر عليكم يا مسلمين أسلوب القرآن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم سبعة وثامنهم كلبهم ما سألت نفسك ليش الله وين ما ذكر أصحاب الكهف قال كلبهم قال هذا أنصاف الله ما ممكن أنه يذكرهم وما يذكر هذا الكلب اللي تبعهم تبين أنا وأنت التبعنا علي وفاطمة أبشروا يا شيعة علي وفاطمة إن شاء الله تحشرون وتبعثون يوم القيامة آمنين مطمئنين أنتم ومن سبقكم من أمواتكم بالموت تحت راية علي وفاطمة إنه سميع أنتم اللي نعيت عليهم بجيت على مصابهم هذا ولي الله الأعظم اللي أعطى كل ما يملك من الله إلى الله الله اختبره نجح بالامتحان يوم القيامة الحسين إذا مد إيد الأله وقال له إلهي نجي شيعة شنو الله يقول له لا حاشا وكلا حاشا وكلا وهذا ما ورد عنه روح يفداه واليوم مدي أذكركم واحدة من مأساة كربل الله يحمي بيوتكم أنت زلمة في البيت لا سامح الله إذا يصير حريق في بيتك أول ما تجي أنت الرجل تطلع الأطفال تطلع نسائك وأنت تجي بإيدك وتلم كل قواك وتطف في النار وتأمن البيت هذا بيت إذا كان كيف إذا خيمة خيمة وتقب فيها النار ومش طفل وطفلة ثمانين طفل وطفلة وبنات رسول الله يتصارخم بالمخيمات يقول حميد بن مسلم أشوف الخيمة من ياما كان اللي نارة تشق الخيمة تطلع العلوية بترسول الله وتركض بالبيد إلى أن جيت شفت زينب واقفة ينبى بالخيمة والنار مستعر بالخيمة قلت لها أمت الله النار النار قلت لي يا ظالم أدري نار ولكن أندي عليل في الخيمة المهم من ضمن من فروا حتى لا يطول الكلام طلعوا اثنين أطفال لمسلم بن عقيم ذول فروا بالبيداء مولاي بقدم أجهم طاقة فروا ليلة نهار إلى أن أسروهم في الكوفة سنة زمان سجنوهم بعد السنة إجا السجان يطلع على أحوال المسجونين شاف ذوله أطفال اثنين بالله عليك يلا عندك أخو صغير يلا عندك ولد صغير بالبيت بالليلة تأمن وتنام إذا مو يمك تدري بيه بره وما راجع للبيت ها هذا الطفل يا مولاي اثنين أطفال لمسلم ذوله بالسجن سنة الزمان استعطفاه فعطف عليهما بالليل فتح لهم الباب وطلعوا مشوا بالليل إلى آن صاح الله أكبر قال الأخوية تبين بعدنا بالولاية ما طالعين وبدأ الظلام ينجلي والنور يبزاغ أكو شجرة حال أخوه صعدة وعليها أكو ماء راكد بركة يم الشجرة إجت مرة تترس ماء بداية الصبح شافت أصورهم بالماء واقعا رفعت راسها من أنتما بيشى الطفل الصغير قال يا مرة لا تأذين إحنا هربنا من الظلم وتعبانين وأيتام لما عرفتهم أطفال مسلم رحبت بيهم شيعية جابتهم البيتها وكرمتهم فردت لهم دار إلى آن إجلعين زوجها طعام شراب ما أكل ولا شراب ما بك قلها سكتي اثنين أطفال المسلم شاردي لو حصلهم وحصل خير كثير قلت تدور على أطفال ينتمون الرسول الله زجرها تركت إلى آن ما يجي لنوم ما يجي لنوم وظل مولاي خاف واحد يحصلهم ويأخذ الجائزة تدرون أخوان صوت الليل مسموع قعدوا ذول من بعد ما نوم ومن بداية الصبوح للمغرب قعدوا واحد يقول للثاني ها أخويا نميت قال لي إيه نميت ولكن شفت خالي الحسين بالرؤية يقول مشتاقلكم أخويا أعتقد الليلة آخر الليلة بحياتنا ذاك قال لي إيه أخويا أنهم شفت أبوي مسلم قام فتح عليهم الباب من أنتم ما قالوا من أنت قال أنا رب البيت قال والحمد لله شن بأمان رجول هس احنا شن بأمان مرس احنا بأمان رجال عم احنا ضيوفك أولاد مسلم عجيب ماذا المكان ما دورت عليكم أخذ يضربهم لما ما نحلهم وبداية الصباح شتفهم بول المصباح واخذهم للذبح مغضب تدافع عنهم الحرة وبديها على الوجه تضرب قال لأمي اخذنا عدلين لابن زياد لعله يرحمنا قال لا أمي بيعنا بالسوق نضمن لك فلوس أكثر قال لا أمي ارحمنا كرامة لرسول الله قال هم ولا كرامة لكما عندي أمي ارحمنا على صغر سنة قال هم ما وضع الله في قلبي من الرحمة قال لأمي ارحمنا كرامة لعل ابن أبي طالب شاطئ الفرات صار وباخر التسليم وراد وشطر للتسبيح قام يهم على واحد الثاني فوق خوه يطيح هذا يصيح يا أبوي وذاك يا حسين يصيح غدوا ينخون هاليهم ولكن وين هاليهم انتم هالهم يلا وياي قام الصغير ولزم ايده قال لغمهم تدرغ لي يناش كثر أمنا محيرة ترك نخنت بعض غنه وين راح ندور ظلت من بلا ولي ورا خجس بي وي العد ورا سخوها خسين فوق الرمح ولي تشاهد وين النعوة يا أخوي وما تساعدني ولا نبش الأطفال ضاقات والحرم تفرهد وزين بالحر بقات بالغاية لم تمر مرة بقات ولا ولا آه يا غمي آه يا غمي نحن لها النا وشوفة أخباب القلو شمي شمي شتو يضغين وبغض ما تو بالحر اش كثر مش تاقين لمن لكن بعيد الدرب والحميد اغزيزة الوالد بقات مت يسر أين الصار اخون حسين ولا 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 ما رأه بحالهم قلهم كلا قام الكبير لطمال راسه توجه إلى جهة المدينة صح يا عمام بني هاشيم للم سي بمات جون ما سمعت أولاد مسلم غوث بكم ينتخوا بالعجل قطول فيافي قبل ما يذبحون يلا يا أولاد أبو طالب يا غشيرة حيدرة صاير غدا وينخون بعدوهم والمدام هاملة أرحمنا يا عمي لجال جدنع لعقد الول همدريت بكل هن ذبحوا في كربل أرحمنا أرحمنا للمختار طه وللبتول الطاهرة لنبي كرمنا يا عمي وبالحشر تكسب رضا أطفال ما عدنا أحد وابعينا ضاق الفضاء لا سلامتكم وانت يلقلت يا سلك الدعاء تاخذ حاشتك إن شاء الله أخوي ولا من در وما من مفار وارواحهم ظلت لوي والشبير قل عمي ذبحني أنا قبل لا أشوف دموم المدل العزيز أمي وبوي تجري اقبالي وشوف أنا على حر الثرى أين الصار اخونا حسين هذا البيت مؤلم هاي ريت صرخ وصوت منك يلا على الامدل الشعال سيفة وغدا يقطع رقبته والعزيز قبال أخو يصرخ يلطم حامته يصيح يا أبو يتعال ابنك عاين حالته الحق ابن اختك يا أبو فاضي العدو وطبرة أين الصار أخونا حسين يقول لما ذبح الصغير الكبير ذبروها على خي الصغير بير مغ من الحياة حظنا قال لك أخوه أخوه عليك وهذا اللعين عف عنك ورجعت للمدينة وشفت أمي أخوه قل أمي قل أمي خل تقطع الظن قل أمي أمي يا يمي يا يمي خل تقطع الظن وقل هل ولد ما يرجع فما أمهل رفع سيف ضرب الكبير ذبح من الوريد أصرخ حسين وأرد أسألكم وأسأل السادة البلماتة تصورون ذي تشليلة هاي الأم من ذبح وأطفالها نامت قلبها هدأ ونامت ذي تشليلة لا أخوه أنا في بالي وعقيت يقول ذي تشليلة للصبح هاي المرة لازم الباب ولك يم يمر الليل وقض الليل سهران سهران على فرقاك ويضر الفجر وعيوني يتراوى لهم ألقاك لا ترضى العيون تنام ولا لا يرضى القلب ينساك وأنا عجوز وشيب القلب مصاب ألقاك بعدك شباب وما تهنية بشباب مخضب يا عقل ومن دم أحرك أخضابك صار صار فرد ساع أزفافك والمن يا الله سامحنا تب علينا حسن عواقبنا لا تميتنا حتى ترضى عنا هل جمع المؤمن إلهي شك واحد فيهم طالب حاجة وكلهم أصحاب حوائج خصوصا اللي عنده مريض أو هو مريض بعظم الطفل يمسلم بن عقيل ومولانا الإمام الحسن وأئمة الهدى من علينا بحسن إجابتك يا كريم واختم حياتنا بالسعادة الأبدية إلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات على عيونك يا زيانة حلم مذبوط وكل عاني تدامعها بسمة بجيتي تدامعها 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 ها